بكل ما أوتي بقوة مؤسساته وتحديدا هيئة النزاهة الاتحادية يحارب العراق جذور الفساد على أعلى مستويات لمعالجة ملفاته واسترداد أمواله المنهوبة من داخل البلاد وخارجها الهيئة كشفت عن 57 جهة منها 23 وزارة و 15 محافظة و 7 هيئات وثلاثة دووين أوقاف ومؤسستان إلى جانب البنك المركزي والمصرف العراقي للتجارة وجهاز الأمن الوطني ومفوضية الانتخابات جهود بذلتها تلك المؤسسات في تعزيز النزاهة ومحاربة آفة تنخر في مقدرات العراق كما أنها شملت أمانة بغداد ومجلس الخدمة الاتحادية وشبكة الإعلام ومع وعود ولهجة شديدة في وجه رموز الفساد أطلقها رئيس الوزراء وعمل على إنجازها في طريق طويلة تستمر هيئة النزاهة الاتحادية بالعمل على ثوابتها في الكشف عن كل قضية من قضايا الفساد سيم التنسيق نيابي كذلك مع الهيئة لجنة النزاهة نيابية دعت لتشريع قانون هيئة رقبية جديدة تحل محل المفتشين العموميين للحد من الفساد الجهود المستمرة بملاحقة الفاسدين نجحت بإصدار أوامر قبض تحت عنوان لا أحد فوق القانون منها إصدار أمر القبض بحق الوزرين السابقين قاسم الفهداوي ونعيم الربيعي الذين أرخ لهم موعد المحاكمة في الثاني والعشرين والسادس والعشرين من شباط الجاري وهي رسالة تأكيد من الهيئة بأن نهجها مستمر بتعاون كبير مع مؤسسات الدولة في زج المتورطين بقضايا الفساد خلف القضبان كما يسجل لها التنسيق الداخلي والخارجي مع دول المنطقة والعالم بهدف استرداد أموال العراق المستنزفة على يد منتهمين بقضايا فساد موسيقى 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 اشتركوا في القناة